موسيقى موسيقى سباح الخير ازايكم ويك انت سعيد اه اوطلت نهاية الاسبوع سعيدة احنا بنجهز عشان هنخرج نقابل اصحابنا ويمكن بعد الدهر ناخد الولاد ونخرج في اي حتة لان احنا لما كبروا بقينا ما بنشوفهمش كتير زي الاول ايه طبعا ساعات طويلة بتروح في الجامعة ومع اصحابهم والكلام ده كله فبنحاول ان احنا يبقى فيه وقت نبقى مع بعض نتجمع طبعا زي اي اولاد بيقوموا عايزين الوقت ده ويخرجوا فيه مع اصحابهم وحتى مع نفسهم كل واحد قاعد في قطه وقافل على نفسه وعايش في دنيته بس احنا بنحاول نكتذبهم الينا وبنحاول ده بطريقة نعمة مش يعني عشان نتجنب ان يبقى فيه مواجهات وخناق وخلاف ونفضل برده الاب والام اللي زيس كده اللي طاف الحلوين كده المنعنشين النهارده وانا بفر الميوز الاخبار اللي بتجيني عاملة على السيلفون بتحط لي اخبار من اماكن معينة ومن دول معينة طبعا من مصر وطبعا من امريكا ومن كندا ومن انجلترا ومن استراليا حاجات احيانا بتهمني في البزنس حاجات بتهمني في الثقافة العامة يعني ان الواحد يبقى على دراية بالاخبار باهم الاخبار اللي بتحصل في العالم فطبعا من ضمن الاخبار بتبقى حاجات لاي بقى سياسة ولا بيزنس ولا اي حاجة النهارده كان في خبر على صناعة التجميل والفوتوشوب وكان في صورة لبيانسي بيانسي دي مغنية امريكية حصلت على جواز قد كده انا شخصيا بحبها جدا 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 الصورة وصورة تانية لكيم كاردشيان اللي ما يارفوش كيم كاردشيان واحدة برضو امريكية مشهورة قوي 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 متجودة رابر كانيا ويست وطبعا عاملة كل عمليات التجميل اللي تتخيلوها واللي لا تتخيلوها وبقتها اللي بتأثر على الرأي العام في معايير التجميل وامتى ازاي تبقى الست جميلة ومش جميلة مع ان عاملة عمليات تجميل فضيعة مش بس فوشها في جسمها كمان بيانسي الصورة بتاعتها صورة من اعلان طبعا فوتوشوب واربراجد فبشرتها صفية وجميلة ومفهاش غلطة والصورة الحقيقية بقى اتسربت للصحافة فباين بقى الصورة الطبيعية عندها مسام كبيرة زينا عندها بامبس اللي هي الحبوب انا طبعا خدت باني من الحاجات دي عشان الحاجات دي عندي وعندها باتش السودا واو دي بشرتها زي بشرتي اه ايه ده حتى بعد ما هي حطة ميكوب وبعد ما هي حطة حاجات وناس بقى متخصصين وفريق عمل جيش جرار عشان يطلعها بالصورة دي وبردو مش طلعة 100% واضطروا ان هما يعملوا للصور بتاعتها فوتوشاب صورة كيم كاردشيان جاية من مباراة كانت بتحضرها فاللي كانت قاعدة وراها صورتها وازهرت بشرتها الحقيقية في الطبيعة بدون اللي هو الفوتوشاب الفوتوز اللي هما بيحطوها على انستجرام فده خلاني افرد كده وافتكر بعض الفيديوهات اللي شفتها على الفوتوشاب وافتكر ناس اصحابي انا صورهم على انستجرام حمادة وشكلهم في الحقيقة حمادة تاني خالص كل صورهم على انستجرام محطوط عليها فلاتر في واحدة اكبر مني وقابلتها طبعا بقابلها فيس تو فيس وبنقعد وبنتكلم وبنخرج ستة جميلة جدا جدا ورائعة جدا جدا وبشرتها حلوة مقارنة بسنها ولكن كل صورها على انستجرام فوتوشابت ومحطوط عليها فلاتر خفية كل مظاهر السن والكبر خالص اه وده شيء يخوف ليه بقى اقول لكم لانه له تأثير سلبي على الستات وله تأثير سلبي على الرجالة وده برده على فكرة الرجالة برده بيعملو لهم فوتوشوب وبيحطو لهم ميكوب والممثلين الحلوين كده الوزاز اللي احنا بنشوفهم دول برده بعملوهم روتوش وحاجاته وبيروحوا برده لده كدرة التجميل يعملو لهم يعني يصفروا وشوهم ويعملو لهم الكلام ده يعني مش عشان راجل ما بيعملش الكلام ده لا بيعملوا الكلام ده بالنسبة للستات بقى الموضوع صعب جدا لان بقى فيه معايير صعبة قوي 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 بنحطها على نفسنا وده بيعمل حاجة من اتنين يا بيحصل هوس ان احنا عايزين نوصل للصورة الحلوة دي ونعمل الكلام ده يا اما بيعمل حالة لا مبالاة وحشة الحل الاولانية اللي بيعمل فيها هوس تلاقي الست وطبعا لو عندها المقدرة المادية بتدور على احدث الكريمات بتدور على فيلر وبوتوكس ومش عارف ايه انا بروح اعمل بس ما بعملش فيلر ده والبوتوكس لسه مدخلتش المرحلة دي بس بعمل فيشل وشي بتنظيف عميق للبشرة وازلت الجلد الميت وكلام ده ده ما بيغيرش طبيعة البشرة بينظفها بينورها بيخلي الجلد healthier يعني اكثر صحة لكن انا في الفترة الاخيرة ما بين ناس كتير معارف بتختلف درجة قربنا البعض ستات كتير قوي من حوالي اشكالهم اتغيرت واشكالهم اتغيرت فعلا فعلا بقى مش للأحلى ياريتهم احتفظوا بالتجعيد ياريتهم احتفظوا بالشيء الطبيعي اللي ربنا حباهم به وحاولوا مع مجهودات بسيطة ان هما يزبطوا شوية الحالة التانية اللي بتيجي للبنات والستات لما يشوفوا حاجة زي كده حالة اللا مبالا ودي بقى اخطر بكتير لما لما اشوف بنت صغيرة الفترة بتاعت المراهقة دية كنا طول الوقت نعمل شعرينة طائية ونجيب رولرز ونحط ماسكات كانت ماما تقولي انتي لو بتاكلي الماسكات اللي بتحطيها على وشك دي كان افيد واتكلم مع صحابي حنعمل كذا ونعمل كذا ومش عارف ايه وعايزين نزبط وطبعا كانت فترة بقى للناس اللي هي بتدت تطلع لها حبوب الشباب وناخد بالنا من وزننا ونمشي ونعمل الكلام ده وكنت انزل حوالين الميريلاند نمشي انا وصحباتي تلات اربع مرات نلف الجنينة كلها وعند صور الكلية الحربية وكنا واخدين بالنا من نفسنا دلوقتي انا بشوف بنات صغيرين مثلا وزنها زايد بقى عندها حالة من الاحباط واليأس واللا مبلاء اه هو انا كده يا حبيبتي مش عشان ان الجميلة ولا مش جميلة ولا حلوة ولا ولا البنات التانية رفيع المشكلة في الصحة المشكلة ان لما تبقى بنات صغيرة وشبات لسه امهات في عمر التلاتين وركبهم واجعاهم وضهرهم واجعهم ايه جدعان الواحد ما ابتداش يشتكي من الحاجات السبير دي الا بعد سن يعني اكبر بكتير من اللي انتو فيه ده وبرده كنت بنزل وبشتغل وكنت بركب مواصلات وكنت بعد طول النهار قاعدة على مكتب او وقفة في ورشة او في مصنع او الكلام دو فالاخطر بقى هي حالة المبلاء اللي بتصيب الستات واللي يبددوا يهملوا في نفسهم ويهملوا في شكلهم ويهملوا في صحتهم ويقولك خلاص او مثلا يقولك ايه دول اصلهم كفرة دول اصلهم وحشين احنا ما بنقلدهمش الكلام ده كله فدول اللي تفتق زهني عنه للحالتين اللي ممكن يدخلوا فيهم السيدات طبعا فيه الحالة الطبيعية ان احنا اوكي بنقرر ان دول ممثلين وفنانين وناس سيليبراتيز لاحنا عندنا امكانياتهم ولاحنا عايشين حياتهم ولا احنا تحت الاضوء زيهم ولكن كل اللي هنتعلمه ان احنا ناخد بالنا من نفسنا على قدر امكانياتنا وده هو اللي انا بتتبعه نيجي بقى للرجال يشوف الحاجات دي سواء اونلاين او في الافلام او على الطبيعة يعني مثلا يبقى شغله بيخليه يحضر مؤتمرات يشوف بنات شابات صغيرين وغدين بالهم من نفسهم ستات وغدين بالهم من نفسهم شدين وشهم حطين فلرز حطين مش عارف ايه تبتدي بقى الامور تتلخبط في دماغه على معايير الجمال وما ينتظره من زوجته او من خطبته ويبتدي يتعامل معاها بهذا الشكل انه يطالبها انها عايزها الزوجة الفرفوشة النعنوشة الجميلة اللي مفيهاش ولا غلطة اللي واخد بالها من نفسها اللي مهتمة بيه وفي نفس الوقت بخليه البيت على سنجة عشرة في نفس الوقت مهتمة بالولاد في نفس الوقت كذا في نفس الوقت كذا وده بيحط عبق كبير قوي 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 على الست وبيحط كمان كالكوعة كده في العلاقة بينهم لان بيبقى في ان بيبقى في سقف توقعات عالي جدا جدا مهما الواحد حاول يوصله ومش ممكن حيوصله وفي نفس الوقت هما بيبقى شايف نفسه فيه رجالة كتير قوي من الرجالة العرب ومن الرجالة المصريين انت مش شايف نفسك يعني انت مكرش ووشك من نيل بستين نيلة وشكلك بقى وحش ووزنك زاد وبرده بتطالب زوجتك ان هي تبقى سمباتيك او الاوحش ان انت مكتفي بيها كده اخليها كده كنبة ولا كرسي في البيت وانا بقى ابص بره بقى بقى يمين وشمال والكلام دو وممكن كمان تتخذ الموضوع لابعد من كده انه يروح يدور على واحدة يتجوزها وصكك بقى مش ظريفة خالص خدوا بالكم من الحاجات اللي بتجي لنا في وسائل الاعلام في التلفزيون في مثلا واحدة زي ردوة الشربيني انا ما بحباش بصراحة اسلوبها وطريقة كلامها ما بتعجبنيش اصلا واغلب الوقت هي اللي بتتكلم مش مدية للضيف اللي حاضر معاها الفرصة ان هو يتكلم ويقول مع ان هو الخبير ودايما تعمل دراما كده كتير قوي 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 حوالي النفسها وتلاتة اربعة النصائح اللي بتديها تودي في دعية وصوتها كبا نوحش ما ينفعش يبقى صوت موزيعة ابدا انا قاعدة ملا بقارن بينها وبين المزيعات اللي احنا جبرنا عليهم لا فيه فرق فيه فرق كبير خالص حتى اللي هما مزيعات جيدي اللي احنا جبرنا في الثمانينات والتسعينات وبردو المزيعات كانوا حلوين وكانوا بيتكلموا بطريقة لطيفة وطريقة جميلة وكلامهم موزون لكن صراحة اسلوب الشرشح ده انا ما حبتوش خالص فيها ولا اسلوبها لكن هي جميلة جدا جميلة ففي مرة كده لسه بردو مؤخرا قررت اشوف اعملوا سرش كده مثلا رادو الشربيني بدون مكياج يسرى بدون مكياج مين تاني ليلة علوية بدون مكياج كل الصور دي كل الناس اللي هي اللي ليهم صورة براقة فضيحة جدا في الميديا وفي الاعلام وحتى الممثلات الغربيات طبعا في الغرب اكتر بكتير يمكن في الشرق عندنا الممثلات بيخافوا قالت لي اه لأ دي عاملة كذا وعملة كذا وعملة كذا وعملة كذا ومش عارف ايه المشاهير حتى كده يقولك شغلته ايه ده شخص مشهور اه او او في الغرب دلوقتي في الانفلوانسر وابتدى ده يطلع عندنا كمان يبقى فيه بنات بلوجرز بيجيبوا لبس معين وحاجات معينة وبيعرضوها عشان تتبعوا عشان نشتريها وانا لما بنزل مصر بعمل هوس في البيت ان انا كل بشوف حاجة على الانستجرام بطلبها ويجيني الديليفري ده اخدي حزمة اخدي بلوفر اخدي مش عارف ايه اشربات طرح الكلام ده كل حلو جميل لكن خدوا بالكم ان الصور دي كلها متفلطرة ومتزبطة واللي بتاخد الصورة دي بتاخد بتاخد 300 صورة عشان تطلع منهم صورة واحدة تحطها على الانستجرام او على الفيسبوك او تبعتوها البعض على الواتساب في الجروب في الجروبز الطريقة اللي بتاخد بيها الصورة انا في بعض الفيديوهات بيبقى شكلي ادخل من الحقيقة الكاميرا بتزود كمان الانجل الزاوية اللي متصورة منها بتغير كتير انا لو خدت صورة من تحت ما بتشوفوش غير دقن حاجة كده ايه ده واو لو الصورة من فوق بيبقى شكل تاني لو الصورة في الوش نفس الوضع بالنسبة لجسمنا في برامج بتعمل كيرفز وبتشد الدراع شوية وبتشد الوسط شوية وبتشد مش عارف ايه شوية فما تصدقوش كل حاجة بتشوفوها وكلامي للرجالة وللستات ما تصدقوش كل حاجة بتشوفوها كيم كارديشيان الصور بتاعتها الجسم الصاروخ عارفين ازاست الكوكاكول عارفين الاعلان ده لما كان بييجي اعلان سخيف جدا الاورجلاس بيسموه الاورجلاس شايب صورها الاديمة خالص خالص لا كانت اورجلاس ولا بتاع كل دي حاجات منفوخة وحاجات متصبطة وشفت مرة فيديو على كانت بتجهز لحفلة المات جالة واخده يوم كامل عشان تلبس وفيه جيش جرار فعلا بجد حوالي عشرة حواليها عشان يلبسوها عشان يزبطوها وبيعبوها بيعبوها جوة مشدات وجوة سبانكس وجوة حاجات وتشفط ده وتدخل ده وتعمل ده وتدخل جوة بيعبوها جوة الفستان وبيزبطولها ولي بيزبط لها شعرها ولي بيزبط لها مكياجها ولي بيزبط لها مش عارف ايه ولي كذا ولي كذا ولي كذا فأيه ولي كذا يعني نخلي معايير الجمال بتاعتنا عادية طبيعية الست اللي بتنتظره من نفسها عبر مراحل مختلفة من العمر والراجل اللي يفكر في اللي بينتظره من زوجته ويتكلمه مع بعض يعني ما هو لازم يعني هو يسر ناظريها وهي تسر ناظريه فيتكلمه مع بعض هنعمل ايه هنسوي ايه هناخد بالنا من صحة ناس داي عارفين المكياج اخترعوه لي المكياج اخترعوه عشان يظهر الصحة او يقلد المظهر الصحي الخدود الموردة الشفايف الموردة العينين اللي رمشها تقيلة كل الحاجات دي دلالة على الصحة قدماء المصريين حطوا الكحل عشان كان بيحميهم من الشمس الزيوت العطرية والمستحضرات والحاجات دي كلها كانت معمولة علشان تحافظ على الصحة فالصحة هي اللي بتعمل جمال لكن ان احنا نحاول نظر ان احنا اصحاء انا كتير جدا مثلا اصحى عندي هالات سودا وتعبانة ومش قادرة ايه يا خابر ابيض لأ لازم احط كونسيلر لازم ودور بقى ازاي تتشيلي الهالات السودا والكلام ده لاني عايزة لما اروح ميتنج وتكلم معه عميل محتمل عايز يشتغل معايا مش عايزة اظهر قدامه بمظهر اللي تعبانة اللي مش قادرة لانه هيبص كده ويقول ايه ده دي دي مش هتقدر تعملي اللي انا عايزه بشكلها عيان فخلوا اهتمامكم الاكبر بالصحة ولما تشوفوا الصور والناس دي سواء ناس في حياتكم العادية لان انا دلوقتي بقت ده الموضوع انا بقى فيه ناس في حياتي العادية ناس اعرفها في حياتي بقت الصور والحاجات بتاعتها كلها مفلترة فلو انا مخدتش بالي من الموضوع ده وممكن اقع في فخ ان انا زعل بقى لنفسي وعود اقول ده ايه ده ومش عارف ايه والكلام ده صباح الفل اروح اكمل القهوة بتاعتي واكمل لبسي علشان حننزل نتفسح شوية النهار ده وانتو اعتقد ان هو ويك اند عندكم برضو شوفوا ايه اللي ممكن حاجة لطيفة تعملوها مع بعض كأسرة او كأصحاب انتهزوا دايما اقول لكم انتهزوا فرصة الويك اند عشان تعملوا ريسات للاسبوع اللي جاي كله اشوفكم بعد شوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا اشتركوا في القناة الازيز في الانترنت او اليوتيوب بالزات انه ممكن الواحد يتعلم اي حاجة وكل حاجة فالنهاردة انا مش فمود ان انا لا اتعلم حاجة يعني محتاجة مجهود ذهني ولا اي حاجة فيعني متفرج على شوية ميكوب توتوريال بما ان النهاردة بتكلمنا على كيم كاردشيان والحاجات دي كلها يلا نكمل اليوم بقى يلا اسباحوا على خير اشتركوا في القناة